بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكى التسليم الفيديو خاص بالأولى ثانوي شعبة أداب وعلوم اختبار الثاني في اللغة العربية خاص بالشعر في العصر الأماوي للشعر الكوميت بن زيد الأسد تابع معي القصيدة رح نقرأ القصيدة ونقرأ الأسئلة ونشرحها معكم وبعد ذلك نتقاسم الحلول مع الوضعية الإدماجية إذن الكوميت هو شاعر بني هاشم وهو مختص بالفخر بشعر الفخر لبني هاشم نبدأ على بركة الله قال الكوميت بن زيد الأسدي من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام بل هوايا الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام القريبين من ند والبعيدين من اللاجور في عور الإحكام والحمات الكفات في الحرب إن لفة ذراما وقى وقودها بذرام والغيوث الذين إن أمحل الناس فمأوى حواظنا الأيتام راجحي الوزن كاملي العدل في السيرة طبين بالأمور العظامي غالبيين هاشميين في العلم ربوا من عطية العلامي فهم الأقربون من كل خير وهم الأبعدون من كل ذام بسطوا أيدي النوال وكفوا أيدي البغى عنهم والعرامي أخذوا القصد فاستقاموا عليه حين مالت زوامل الأثامي أسة السادق الحديث أبي القاسمي فرع القدام سر قدامي هنا يفتخر بباني هاشم وينسبهم إلى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأسكتسي توجد شرح بعض الكلمات متيمين مستهامين يعني استولى عليه الحب أجنوا يعني أضمروا النداء هي الكرم أمحل الناس يعني أجدابوا وأصابهم القحط يعني صار عندهم الفقر النوال هي العطاء والعرام هو الجهل والذرام هو اشتعال النار والقدام سي هاي الكلمة القدام سي هو السيد الشريف وربو يعني أخذوا الكثير نروح الآن للبناء الفكري البناء الفكري إذن ماذا يقول السؤال الأول ما هي دوافع النظم هذه القصيدة لماذا قال الكوميت هذه القصيدة ما هو دافعه طبعا دافعه ونفسه الدوافع الخاصة بالشعر في العصر الأماوي عندهم نفس الدوافع وما الظروف التي أفرست هذا الموضوع كذلك نفس الظروف الشعر في العصر الأماوي عنده نفس الدوافع ونفس الظروف نفسها متشابهة في المدح أو في الغسل أو في شعر النواقض نقائض أو في الشعر السياسي أذكر أربع صفات لبني هاشيمي من هذه القصيدة هنا نذكر الصفات بأسلوب اللغة التي نستعملها حاليا والله بأسلوب القصيدة الكلمات الموجودة في القصيدة من نمط الغالب في النص الشعر كان يفتخر فما هو النمط الغالب على نصه وعلل رابعا حدد الفكرة العامة للقصيدة حدد الفكرة العامة للقصيدة طبعا واضح الفكرة العامة ما هو قصد الشاعر في هذه القصيدة الآن البناء اللغوي تكرر ضمير في جل القصيدة ما هو تكرر ضمير في جل القصيدة قصيدة فيها ضمير متكرر ما هو وعلى من يعود ما دلالة ذلك من حيث بناء النص واشتهوا الغاية منه لماذا استعمله الكاتب ما الأسلوب الغالب على القصيدة استخرج مثالا من القصيدة وحدد ضربه مع التعليل استخرج من البيت الثامن محسنا باديعيا ذاكرا نوعه وآثره في المعنى من البيت الثامن اعرب ما تحته خط في النص طبعا في النص توجد اخذوا القصدة فاستقاموا القصدة فاستقاموا هذا هو لا اعرب نعدل هاهونا اخذوا القصدة فاستقاموا هذه هي الكلمة المطلوب اعربها الآن اكتب البيت اكتب البيت التالي كتابة عارضية واسمي بحرة طبعا درسنا البحر الكامل هذا هو البيت تطول بالساعات وهي قصيرة وفي كل دهر لا يسرك طوله طبعا الكتابة العارضية السكون دائرة والحركة شرطة والشدة هي حرفين حرف ساكن وحرف متحرك الآن النقد الأدابي ما الفرق بين الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية يعني في القصدة توجد وحدة عضوية وتوجد وحدة موضوعية اعطيني التعريف الوحدة العضوية واعطيني التعريف الوحدة الموضوعية وهل التزم الشعير بهما للإثنين الوضعية الإدماجية تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لهجمة شرسة وطالب منك الدفاع عنه والرد على خصومه اكتب فقرة لا تتجاوز الثمانية أسطر موظفا فيها مفعولا مطلقا مفعولا لأجله وأسلوبا إنشائيا طبعا فقرة لدفاع عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكيد رح تتجاوز ثمانية أسطر نحاول بقدر الإمكان لنتجاوزها الآن كان هذا هو الموضوع موضوع نموذجي طبعا كل تلميذ السنة الأولى متوسط لهم في الشعر في العصر الأموي نتمنى أن الموضوع يفيدكم ننتقل إلى الحل إذن الدافع والظروف كما أسبقت وقلت بأن الشعر في العصر الأموي عندها نفس الدافع ونفس الظروف الدافع هنا هو حب الشعر للهاشميين وإثبات حقيتهم في الحكم كانت هناك أحزاب في العصر الأموي كانت هناك أحزاب يعني كل شاعر كان يحب حزبه ويدعو إلى إثبات حقيته في الحكم والظروف هي الصراع السياسي حلول الحكم هذا هو الظروف كان هناك الصراع بين الإحزاب كل واحد يحوس يديه هو الحكم ويقول أنه حق به الصفات الموجودة للهاشميين في النص هي الكرم والهدل والنسب والطيب وأصحاب عقول رجحة كل هذه موجودة في القصدة تبقوا نشوفهم في القلي فقط أربعة هما حمات وهما كفات وهما الغيوث يعني من يغيث من كلمة غيث وراجحي العقول فقط هذه القصدة طبينا بالأمور العظامي القصدة كاملة مملوئة بفقط الفخر بصفات بني هاشم هنا هذا الصفات طبعا نحن تبدأ لغة العربية لها عدنا لغة العربية البسيطة وفي النصر لغة العربية لغة شعراء الآن النمط الغالب على النص هو الوصفي النمط الوصفي لأنه يصف وخصائصه كثرة النروط وكثرة الصور البيانية الفكرة العامة للنص ماذا كان يقول الشعر ماذا أراد أن يوصل لنا فهو كان يمدح الهاشميين ويبرز ماذا حبه لهم هذه الفكرة العامة للنص البناء اللغوي الضمير المتكرر هي هم هم هو الضمير المتكرر ولماذا وكان كان يجي في بلاست يعود على بني هاشم فهم ها هو هنا فهم وهم والقصيدة هذه طويلة جدا هذا فقط نقطع منها تكرر هذا الضمير مرات عديدة وهو يعود على بني هاشم حتى لا يكرر كلمة بني هاشم بني هاشم وقد ساهم في اتساق وانسجام النص ساهم في اتساق وانسجام النص روح كذلك وشقري الأسلوب الغالب على القصيدة هو الأسلوب الخباري مثل بساط أيدي النوال الضرب ابتدائي والتعليل خالي من أدوات التوقيت المحسن البديعي الموجود في البيت الثامن المقابلة الأقربون الأبعادون الخير ذام وأثرها على المعنى توضيح وتقريب المعنى إلى ذهن القارئ إذن المحسن البديعي المحسن البديعي كيفما كان ما هو أثره على المعنى أنه يوضح ويقرب المعنى إلى ذهن القارئ هذا هو أثره روح للإعقاب إذن القصد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره واستقاموا استقاموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواوي الجماعة وواوي الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل إذن الكتابة العارضية كما أسبقت وقلت أنها بحر طاول هي البحر الطاول الوحدة فيها البحر الكامل والبحر الطاول النقد إذن الوحدة العضوية الأبيات متكاملة فكرة وأسلوبا ولا يمكن فصل بيت عن آخر والوحدة الموضوعية هي القصد أنها تناولت موضوعا واحدا وتكون أبيتها مستقلة المعنى عن بعضها البحث هذا الفرق بين الوحدة العضوية والوحدة الموضوع الآن بالنسبة للوحدة الموضوعية الوحدة المعنى عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا نستطيع إعطاءه حقه الذي يستحقه إذن إن رسول الله أعظم الرسل وخلق الله جميعا أعظم الرسل الله وخلقه جاء برسالة عالمية لكفة المخلوقات من جن وإنس ورغم منزلته إلا أن هناك من تعد على حرمته فما عساني أن أقول وقد كفاه الله شر المستهزئين سيدنا محمد كريما أمينا سادقا مخلصا وفيا وهذه الصفات كانت قبل بحثته وأما رسالته فقد جاءت كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نبيهنا الكريم ليس بسفاح ولا قاتل كان طيب القلب يشاوي أستقائه وأصحابه فقد أرسل ديمقراطية منذ أربعة شرقا بل كان رأيه سديد وحلمه واسع وجام ما جاء إلا رحمة للعالمين طبعا ثمانية أسطر لا تسد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أتمنى لكم التوفيق وإلى لقاء في فيديو أخر بإبن الله تعالى